السلام عليكم. اهلا بكم في شهادو ميديا. معكم كريم طارق. وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهو الفرق ما بين العم جمالي كوشوفالي وادريس كوشوفالي. سبنا ندخل في حلقتنا النهاردة. يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناة. واشفعل زر التنبات عشان يوصلك اشعار بالحلقة الجديدة اول ما تنزل. ويلا بنا نبدأ في حلقتنا النهاردة. فعلى الرغم ان ظهور العم جمالي كوشوفالي كان بسيط جدا على مدار حلقتين او تلاتة. الا ان هو الكاتب والمخرج اعتمدوا ان هما يظهروا الفرقات ما بين شخصية ادريس وبين شخصية جمالي كوشوفالي على زي ما قلت كده. بالرغم من صغر حجم دوره اللي لسه لحد دلوقتي متعمل. ولكن في اخر حلقة رملنا كده تركيا صغيرة حاجة كده ايه? انها تخليك تخليك ترفح حوالي نفسك وتفكر هل فعلا ان العم جمالي كوشوفالي مظلوم من قبل ادريس ولا لا? طب ايه اللي خلى يعني ادريس يضرب جمالي كوشوفالي من بالنار ويدرق ويطرده برا الحفرة. طيب لما هو مش عايز يقتل يماش ولا جمالي وما قتلهمش. ايه اللي خلى يعني زق بايكال على فرطولو وخلى فرطولو يقتل قهرمان ما انت قتلت الابن اوه. كلها دي تساؤلات بنتساءلها بسبب يعني زي ما قلت كده يعني اللي صارة والمتعة اللي المخرج عملها لنا عشان نفضل نفكر في الموضوع ويبقى يعني عندنا صارة ومتعة وتشويق للاحداث وكده. مبدئيا هنبدأ بموضوع كهرمان. كلنا شفنا في الفتاش بكات من بداية الموسم لما كهرمان راح له يعرف ان هو عمه وتكلم مع الباشا وقال له ادريس ضربوا اربع طلقات ويعني اعرف الموضوع ده بقى من ابوك والجو ده وراح له بعدها قال له يعني انت انسان مش كويس وابعد عننا خالص ويعني ايه كهرمان يعني خلاص ازهر للعم جمالي كوشوفالي ان هو عدو ليه تماما مش هيتقبله نهائي في ظل وجود ادريس. اظن ده السبب اللي خلاه يخلص منه لان هو عارف ان خلاص مش هيقدر يضحك على كهرمان وكهرمان عارف الحقيقة. ولكن دلوقتي خلاص بعد موت ادريس بعد موت الباشا هو في دماغي العم ان مفيش حد عارف حقيقته نهائي ولا حد عارف ايه اللي حصل زمان. فخلاص يعني في دماغه كده ومه هيقله ان هو هيعرف ياكل بعقل العيلة كلها حلوة يخلى كلهم يوقف وراه. هيعرف يقنع زي ما اقنع فرطوله او زي مباين ان هو اقنع فرطوله اظن الموضوع ده في توستايا وفي حاجة تحصل. وعايز بقى يقنع جمالي ويقنع يماش بيها. الخطر الوحيد اللي كان قدامه كان هو يماش لانه عارف ان هو مستحيل هيبقى اب الحفرة او ملك الحفرة زي ما قال وهو يماش كوشوفالي على الاساس ده. خلى كل كان يخليه يفقد الزاقرة ويخليه ينسى اسمه تماما بحيس ان هو لما يرجع له يبقى مكسور كده. فما يخدش وقت ان هو ايه وقف وراه وخلاص ويه استسلم وبالفعل ويخليه هو يعتبره ابوه زي ما فرطوله اعتبره ابوه او واضح ان فرطوله اعتبره ابوه. خلينا حط دايما الاحتمال ده لان بالفعل هم اتقنوا الدور جدا وهو خلوا فرطوله يتقن الدور والمخرج والمؤلف بصراحة يعني مش مخلين لك المجال ان انت تبقى متأكد هال فرطوله يعني بالفعل معاها كده ومقتنع ولا بيلعب عليه ودي هي متعة المسلسل ومتعة الاحداث فهو زي ما قلت مش مديك الفرصة ان انت تيمشي ورا رأي ومديك الاحتمالين وردين فعشان كده احنا هنتجند من الحماس. ادريس كوشوفالي من ساعة ما عمل الحفرة هو ما بيسعاش وراه الكوة لا هو يعني ايه ما اعتبر الناس كلها عائلت وكلها شفنا لما الحملان هجموا على البيت لما كان في كل اولاد ادريس وادريس مشى في الشارع يعني بيقول انا خلاص انا يعني ايه ساعتكو كتير حان الوقت بقى فامل عام المجاهد وميك كله نادى للحفرة بابا ادريس محتاج كو دلوقتي محتاج تنقذوا اولاده شفنا كل الحفرة نزلت له ولما كان بيتكلم مع الصحفية في بداية الحلقة وضح قد ايه ان هو يعني ما بيسعاش وراه المال ولا بيسع وراه الكوة لا هو بيسع وراه الاناس فهو على لسانه كده هو بيجمع ناس ما بيجمعش فلوس بيكسب ناس ما بيكسبش فلوس ودي حاجة يعني مميز بها ادريس كو شفالي عشان كده الناس كلها كانت بتحبه وبتحترمه وما بتخافش منه لا ده ما كانش خوف كان احترام ليه الكبير في الحفرة قبل الصغير كان كله بيحترمه هو قالها كده انا مش مالك انا مش مالك الحفرة انا قب الحفرة فكلهم مع تبيرينه ابوه ولكن جمالي كو شفالي في لاحظة غضب حقيقته كده اللي هو ايه انا قب الحفرة انا انا مالك الحفرة مش قب لا قال لك كده اللي قال للنديم انا دلوقتي بقيت مالك الحفرة انا بقيت مالك عائلة كو شفالي واحد يقول لي انت بيش عرفت المالك لأ هو قال كلمة بالتركية ترجمتها مالك ففعلا قال مالك بالفعل فهو يعني واخد القوة ليه وكلنا شفنا التأسيرات اللي حصلت على قرجة عن طريق كلامها مع العم جمالي كو شفالي فهي بتقول لجلسون اهم حاجة القوة شفت احنا فين دلوقتي كنا فين وبقينا فين فالقوة هي اهم حاجة حتى الجلسون وايه بعدها استعجب لو الله يرحم ايامك يا بوبا ادريس وايام يا ماش وايام جمالي ازاي يعني اهم حاجة القوة فخلاص يعني ده مبدأ العم القوة ثم القوة ثم القوة فهو سيطر عليهم بالقوة كاملة فخلاص كده يعني فبصراحة يعني المسلسل عالي جدا 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 وخلاص يعني ايه الناس بتقول ان هو الحلقة مملأ بالعكس الحلقة كانت تمهيد وهنتكلم في الموضوع ده تاني يعني انا محضر لكم حاجة هاخدوا رأيكم فيها اخر الحلقة ولكن بس هنتكلم عن اخير وكلمت عنه قبل كده ولكن حابب اللي انا اقوله برضو في الحلقة دي وهو الرحمة اللي عند ادريس فادريس عنده قانون يعني مش ماشي كده وخلاص لا فلا بيقتل طفل ولا امرأة ولا عجوز ودي حاجة المفروض تبقى في اي حد اصلا عموما وعشان كده لما كان بيحكي الفرطولو القصة بتاعتها قصة حياته وقال له لما دخل تاخد لما الطفل ده دخل ياخد انتقام اهله ابوه اللي موتوه لقاهم كلهم عواجيز ومسنين فما خدش انتقامه منهم ازاي واحد يقتل يعني يقتل ابو جد يعني ناس كبيرة ازاي واحد يقتل مسن فهنا بانت رحمة ادريس وانه هو انسان يعني كويس وانسان عادل نيجي بقى الجماليك وشوفاني اللي قالها صريحة الظهر طولو دخلت لقيتهم اعمام وجدود انهم ناس كبيرة في السن تفكر انا مش هقتلهم لا قتلتهم ان انا انا واحد باخد بطاري حتى لو في الابور طيب دلوقتي ممكن نقول ان هو كان عايز يدخل الحفرة انتقاما من ادريس وينتقم منه في ولاده لكن رجع قال لك انا مش عايز اقتلهم ده هم ولاد اخويا انا عايزهم بس يعتبرون ابونا ابويا فابوهم فهو كده باند يعني ايه حيطة النقص اللي جوه جماليك وشوفاني ان هو ما خلفش ان هو شايف اخوز صغير يعني عنده اولاد واب الحفرة وبيعتبروه يعني ابوهم وكلهم بيقتضوا بيه فعنده حتة النقص دي فممكن يكون لعبة النقص دي واللعبة دي بانت برضو في المشهد محدش يقول ان هو كان بيمثل لا 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 الراكشن ده ما كانش تمثيل الراكشن ده كانت فعلا هو مقصود منه ان هو يعني متأسب بلقاء يا ماشي وفرطوله وان دي حاجة هو مفتقدها فخوه اللي هو ما جادش معاه هو اخواته لا ان قوة الرابط اللي ما بين اخوة يعني الاخوة الاخوة كده هو كان مفتقده فهو مفتقد الاخوة ومفتقد الاباوية عشان كده عايزهم يخليهم وراه طيب ايه اللي خلاه يضرب بالنار هل ده انت قام ولا ايه فده يرجعنا ياخدنا الاسر المريحة وسبب ضرب يعني ادريس لجومالي بالنار اظن زي ما قلتها مئة مرة انه ادريس يعني جومالي كوشفالي كان عايز يعني يعيش رك الحفرة في دجارة المخدرات وادريس كان رافض ده تماما فازن بقى ممكن يكون بعدها يعني ان هو اخطأ جومالي كترة بقى ما بين ان هو اتل وخد انتقام ابوه من الناس من الاعمام والاجداد دوله واتل عواجيز وبين ان هو عايز يتاجر في المخدرات وكل ده فاضطر ادريس ان هو يضربه بالنار ويضربه برا الحفرة ولكن برضو يعني اظن فيه سر يعني انش ده بس السر لان هما مهما توقعنا ومهما وصلنا بتوقعاتنا اكيد بيتفوقوا علينا لان هو اللي كاتب الاحداث هو اللي كاتب القصة فاظن هيبقى فيه حتة في السر كمان جدا هتخلينا مبهورين وتخلينا متحمسين زيادة ومتحمسين او يعني جامل جدا لنشوف ايه اللي هيحصل في السر ده فبصراحة الحفرة ماشية بنامط كويس جدا انا شاف ان هو ماشي بنامط كويس جدا الريد بيقل مش عشان الاحداث ولا ضعف الاحداث الريد بيقل لوجود مسلسل قوي اخر ومسلسل اللي هيفضل يعني هيعلق على اي حد في المسلسلات التاريخية دي مفضلة بشكل كبير جدا عند الاطراق فهو الريد بيقل عشان خاطر فيه مسلسل قوي مش عشان خاطر فيه يعني حاجة كده يعني اللي هو موضوع اسمه ايه ده الاحداث قليلة في الحفرة ولا حاجة ولكن لا الوجود منافسة قوية جدا والمسلسل ده على فكرة الناس السراتيجية هيعلق على اي حاجة جماعة مش على الحفرة بس الحفرة ده في التاريخ تاريخ اسلامي هما الافراق بيحبوا الموضوع ده جدا فالمسلسل هينجح نجح اصلا من قبل ما ينزل كل حلقة واخد ده ريت الاوليان من قبل ما ينزل يعني بس فيعني ده حاجة نقطة كنت حابب اتكلم فيها ويعني خصص لها حلقة مخصصة كده عشان نتكلم فيها بس ده اللي كل عايزة اقوله فيها اتمنى تكون الحلقة عجبتكم نقالت ورائيكم في كومنتات وقالت لو تعمل لايك وشلل الحلقة عشان ده فعلا بيساعد فعلا بيساعد يعني اتمنى ان اصل الفيديو ده الاكبر عز ممكن من لايقات وبفكركم في اللايف اللي جاي ان شاء الله اننا يعني كل اتنين الساعة اربعة هعمل لايف مناقشة للحلقة فيعني كده حضروا نفسكم لان اللايف بتاع الحلقة اللي جاي ان شاء الله هيبقى كده في سؤال يعني هعمل كزا اسئلة هلنقشها مع بعض طبعا هجاوب على اسئلتكم كلها ولكن هبقى محدد برضو يعني النقاط هلنقشها فاول الحاجة هنقشها في الحال في اللايف اللي جاي بإذن الله وهو هيبقى فارطولو صالح هل هيبقى مع العم جمالي ولا معي ماشي هل بيلعب على العم جمالي كوشفادي دلوقتي ولا بالفعل هو متيم به وينخدع به فده هيبقى موضوع حلقتنا حتى الان ان شاء الله مع نزول الاعلانات هزول تساؤلات مع اجابة تساؤلاتكم وان شاء الله نطلع مع لايف ببقى اكتر من ساعة ويوم الاتنين الساعة اربعة بتوقيت القاهرة بس واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة